قال وَشَهِدَ بَدْرًا وَأُوْحُدًا وَالْمَشَاهِدَ كُلَّا شَهِدَ عُمَر رضي الله فاللّه ما دي قوة بتاعة ايمان في أبي بكر وفي عمر وفي غير من الصحابة الزولة جماعة يخش معركة والدم سائل ويتجرح ويتألم تاني تي معركة برضو يخش حسي تنجو كله يسبوع رح ماشينا دي ويم رحلة وعربية مكيفة وماشي وتقيف كمان تقيف تشرب شاي وبسكويت وباسطة بلبن وكله وماشي في الطريق الأسبوع البعض جوك أزمع قبل الصبح رح في دعوة أصلاس ودى الناير دي لجوك مصر الليل شفت جوك رح ور تمش الأسبوع البعض أزمع ماشيين نيالة ماشيين لبيض ماشيين وين بتقول لنا جماعة صبروا شوي الشغالة دي كيف الصحابة دي الموج ماشيين رحلة دعوية وفيها راحة في الطريق وعربات مكيفة ماشيين شغل بتاع موت فالنزل أسود كيف ورجال كيف مود عديل والدم زائل والممش يدو تتقطع والممش بيجينا في بعض التراجم إن شاء الله تعالى ابقى أعرج بسبب معركة والممش اقطعوا جزوا من جسده وبعد تاني أرح في معركة تاني طوال يمشوا وكام ما في شيء مش بيه يبكي ولا على الذين إذا ماتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيضوا من الدمع حزنا الآية دي ما حزنا حزنا ما في القلب حزنا يعني شدة يعني شدة وقع شديد عليهم كونوا يخلوا شنو الجهاد ويكونوا في البيوت وفي التجارة والصحابة الباقين يمشوا يجاهدوا نازل رجال كل المشاهد يقال لك حضرة عمر رضي الله عنه جي أخر روافض يطعنوا فيه يقولوا منافق ويقولوا كذا ويقولوا لعنوا الله لعنهم الله الذين يلعنونه في منافق بيشهد المشاهد كله هو مسلم ما نجيط ما بيشهد الشغل خلي رضي الله عنه ويأتي إلى حذيفة هل عدني رسول الله من المنافقين صلى الله عليه وسلم فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا قال وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين دي المنقب رقم أربعة خمسة وأول من كتب التاريخ للمسلمين ستة وأول من جمع الناس على صلاة التراويح يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وحمل الدرة وأدب بها حمل الدرة وأدب بها رضي الله عنه تمانية وفتح الفتوح فتح الله به البلاد تسعة ودون الديوان الدواوين عشر وحج بأزواج شوف كمان دي جميلة جدا قال وحج بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها ساق زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أمششن حج بيون رضي الله عنهم جميعا حذا شرى جماعة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان في الأمم محدثون فإيكم في أمتي فعمر حديث متفق عليه في البخاري ومسم حديث الرغم المنقب الرغم 12 برضو ذكرناك بيل عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسم 13 قال وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد أمتي في أمر الله عمر أشد أمتي في أمر الله عمر كان شديدا في الحق لا يهاب أهل الباطل وكان قويا في طرحه للحق أشد أمتي في أمر الله عمره